طيب أبرز الهجمات اللي حصلت خلال عشر سنوات اللي فاتت عالمياً وأبرز الطرق المبتكرة فيها كتا عاملة ازاي؟ زي ما كنت لسه بقول حقيقة دلوقتي على الفيشينج ده كان ساعتها ده نموذج بالزبط كيرا احنا متكلم في 2016-2017 وده استهدف كل المستشفات على مستوى العالم كانت هجمة غريبة انها هجمة تارجيتنج يعني حاجات معينة وفيها حوالي تقريباً أكتر من سبعين مستشفى في بريطانيا تضررت الخدمات بتاعة المستشفى وقفت لأنهم شفروا الملفات فالأجهزة ما بيتش عارفة تشتغل فخدمات المستشفى كلها وقفت فاتطررتها الفيش فتخيل حاجة زي كده في مثلاً حاجة حصلت في 2020 في أمريكا في البنتا من المتحديداً أكبر شركة برامج إدارة الشبكات سولار وينز دي شركة عالمية نمرة واحدة على مستوى العالم شركة أمريكية وهي دي البنتا جن كان بيعتمد البرامج بتاعتها عشان يدير بيها الشبكات بتاعت البنتا جن الاختراق حصل باستخدام صغرى جوه البرامج ديت وحصل اختراق فعلاً في البنتا جن كلام ده لسه من كم سنة يعني إلا هي وزارة الدفاع الأمريكية يعني فيش بعد كده يعني بالزبط كده فبالتالي ده كان حاجة من الحاجات المشهورة جداً آآ الاختراق اللي عملته دولة الكيانة على إيران على سبيل المثال وقفة المفاعلات النووية آآ برضو ده كان من أحد أشهر الهجمات يعني عم طريق برضو نفس الفكرة تروجين رموه على جهاز واحد بعدين التروجين ده الأجهزة كلها على شبكة تروجين ده عمل كوبي لنفسه على بقية الأجهزة فبقى موجود في كل الأجهزة اللي موجودة في المفاعل وبالتالي مدي للكيانة اللي عمل الهاكينج دوت إمكانية السيطرة على كل الأجهزة دي فيقدر يتحكم فيها من بعيد فبالتالي يقدر يضاق وقف المفاعل أو يشغلوه من بعيد والإيرانيين ما كنشافين يعملو حاجة في المضافة